حول هذه التطورات من واشنطن ينضم إلينا الدكتور إبراهيم الأصيل أستاذ محاضر في العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن ومن بيروت ينضم إلينا الكاتب والمحل السياسي مجيد مطر أهلا بكما على شاشة الحدث سأبدأ معك دكتور إبراهيم بماذا توحي الأجواء الآن؟ خاصة بعد هذه التحذيرات الأمريكية إلى إيران عبر الوسطاء تصريحات باقري كيني اليوم حين قال بأن الرد الإيراني سيكون مكلف لإسرائيل ولكن في صالح أمن المنطقة هل مع كل التصريحات السابقة هناك محاولة للاحتواء واحتوال شكل وحجم الرد؟ مرحبا مساء الخير القراءة في البيت الأبيض من قبل الإدارة الأمريكية الآن بأن الرد الإيراني ربما سيكون أقل من ما كان متوقعا في البداية وبأن ربما المسارات الدبماسية والضغوطات من قبل العديد من الأطراف الإقليمية والعالمية ربما آتت ثمارها ولو بشكل جزي هذا لا يعني أنه لن يكون هناك رد أو أنه لن يكون رد قوي ولكن لن يكون رد يقود إلى حرب شاملة والتصريح الذي ذكرته حضرتك القسم الثاني منه بأن الرد سيكون في مصلحة الأمن الأقليمي هذه رسالة إيرانية بأنهم لا يريدون أن يكون هناك حرب واسعة بعد هذه الضربة ولكن طبعا هذا أمر ربما يكون خارج حتى إرادة الإيرانيين لأن هذه الضربة ربما تصيب أهداف أو ربما تؤدي إلى خسائر داخل الصفوف الإسرائيليين حتى الطرف الإيراني لا يرغب بها وتخرج الأمور عن السيطرة كما حصلها مثلا في مجدى الشمس أو في بعض الردود والضربات والضربات وفي الردود على الطرف الآخر التي شاهدناها من قبل ولكن هذا طبعا بما عزل عن جبعة حزب الله جبعة حزب الله هي جبهة طبعا بين إسرائيل وإيران بشكل ما أو بآخر ولكن أيضا لها مواصفاتها الخاصة ولها معادلتها الخاصة أيضا سيد مجيد حزب الله الذي لديه معادلات خاصة ربما أكثر ما يقلق إسرائيل الآن سيد مجيد ما يتعلق بالرد من قبل حزب الله بحكم المسافة بالطبع لأن إيران أبعد هناك مخاوف لدى إسرائيل من استخدام صواريخ حزب الله الدقيقة برأيك مع كل أيضا هذه التحركات كيف سيكون رد حزب الله وهل من الممكن بالفعل أن تخرج الأمور عن السيطرة مساء الخير بعد ضربة 13 نيسان تبين أن إيران بعد الجبهات ليس لصالحها تبقى لها جبهة الجنوب اللبناني وهي الجبهة الفاعلة والحقيقية التي تطلق إسرائيل لقرب المسافة باعتبار أن أي غزارة في النيران يطلقها حزب الله سيربك الدفاعات الإسرائيلية وبهذا لقد تثبتت الجبهة اللبنانية أن هي الجبهة التي تعطي لإيران قوة الحضور في مواجهة إسرائيل مسألة أن الحرب قد تتطور هذا اكتراح افتراض واقعي لا يمكن أن يتم حسفه من ضمن قائمة الاحتمالات إنما أعتقد أن ما يمارسه حزب الله وإيران في هذه الآونة يحاكون ما قامت به مصر في 73 من عملية استنزاف معنوي لإسرائيل حيث قام الرئيس الراحل أنور السيدات في خطة تضليلية كل يوم يقول سأقصف وأضرب بمعنى تم استنزاف إسرائيل لدرجة أنها لم تعد تصدق أن هناك حرب أعتقد أن إيران تحاكي هذه المسألة مع فارق وشتان أن الجيش المصري قد جابها مباشرة وانتصر على إسرائيل بينما إيران تتجنب المواجهة المباشرة تلجأ إلى وكلائها للخوض المعارك عنها أوافق مع الزميل بأن هناك رد إنما هذا الرد وإن مرة ما بين المخاطر إنما لن يقود إلى حرب واسعة لأن روافد المصالح كلها تصب في مكان واحد أنه الآن من مصلحة الجميع أن لا تقوم هذه الحرب الموسعة من ناحية إيران لديها مصداقية تريد أن تحافظ عليها بنتها منذ قيام السورة وبالتالي هذا الأمر لا يمكن أن تعوده الولايات المتحدة وبالتالي هي سوف ترد لأن سلعة المصداقية لدى إسرائيل لدى إيران لا يمكن تسويقها إلا في سوق القضية الفلسطينية يعني كان دكتور إبراهيم ربما يتطفق معك في بعض ما جئت به سيدة مجيد ولكن بالعودة إلى ما الذي يمكن أن يخرج الأمور عن السيطرة يعني لو كان الرد الآن يتم احتوائه كيف سيكون حجمه وما الذي يريد نتنياهو هل سيكون رد أيضا إسرائيلي غير متوقع كما حدث الرد على مجد الشمس بهذا الحجم عفوا السؤال لي أم بالضيف من ذلك لك دكتور إبراهيم عذرا أعتقد أن في هذه النقطة ما يمكن أن يخرج الأمور عن السيطرة هو إصابة مراكز مدنية مراكز واسعة مناطق جديدة خارج قواعد الاشتباك أهم ما نحتاج أن نراقبه من هذه الجولة ونستنتج مما بعدها هل تغيرت قواعد الاشتباك بين الإسرائيليين وبين حزب الله وبين إسرائيل والإيرانيين أم لم تتغير هل تغيرت المناطق التي يستهدفها الطرفين أم لم تتغير هل تغيرت حسابات الطرفين في المخاطر والتكلفة وما يسعون إلى تحقيقه من كل هذه الجولات أم لم تتغير في حال لم تتغير تبقى هذه العمليات في الجانب التكتيكي ولكن فعلا إذا ما قام حزب الله أو إيران بإصابة مناطق جديدة داخل العمق الإسرائيلي وخصوصا إذا ما كانت قريبة من مفاعلات نووية ومن مناطق حساسة هذا على الأغلب سيدفع الإسرائيليين أيضا إلى توسيع رقعة الضرب داخل لبنان وإلى إضافة مناطق جديدة وربما إضافة شخصيات كانت أيضا خارج احتمالات الضرب ولكن إضافتها إلى ذلك فالتحدي الأكبر الآن أمام الإيرانيين هو شبيه بالتحدي الذي واجهته إسرائيل بعد ضربة الثالث عشر من إبريل قامت برد وضحت بأنها قادرة على إصابة مناطق جديدة ولكنه لم يكن رد استبزازي وأغلقت تلك الدائرة الآن الإيرانيين هذا تحدي أمامهم تحدي عسكري وسياسي استراتيجي يتطلب حنكة كبيرة هل سيستطيعوا توجيه ضربة لإسرائيل تكون فيها ضربة تحذيرية توضح أنهم قادرين فعلا على إيلان إسرائيل وبذلك يحققوا مكسب استراتيجي ولكن دون أن يكون هذه الضربة عالية التكلفة على الإسرائيليين يضطروا إلى الرد خصوصا أنا أعتقد أن نتنياهو سيرغب بالرد لأن هذا هو خطه السياسي نتنياهو سيرغب بالرد وبالتالي قرأتك أستاذ مجيد لما يرغبه نتنياهو في هذه اللحظة ما يتعلق بالداخل الإسرائيلي الآن ما بين المؤسسة السياسية والمؤسسات الأمنية فيما يتعلق بهذه الجبهة وهذا الاستنفار في إسرائيل إسرائيل مركزة كل جهدها على جبهة غزة ولا أعتقد أن جيشا ذكيا يفتح جبهتين في وقت واحد إنما هذا لا يعني أن إسرائيل غير قادرة على مواجهة أي حرب أو قصف أو عمليات يكون بها المحور الممانعة تجاهها هذا أمر مبتود إسرائيل أيضا لا تريد أن توسع الحرب هذا أمر ليس من مصلحتها خصوصا أنها تربط قراءة مصار الأمور بما يحدث في الولايات المتحدة حيث أن زمن الانتخابات قد تقلص وبالتالي سمت ضغط حقيقي من الإدارة الأمريكية على نتنياهو كي لا يكون بفتح جبهة أو يوسعها باعتبار أن لبنان له مكانة وله دلالات الحرب عليه له دلالات أكثر من غزة بدليل ما يتحدث به الأسرائيليون أو الإيرانيون من تحت الطاولة أو من فوقها تحييد المدنيين في حين أن غزة قد تباد لا أحد يتحدث عن المدنيين وعن شعبها أمر مؤسف كيف أن إيران تبحث عن ضربة لا توقع فيها مدنيين إسرائيليين في الوقت أن المحور هو مسؤول عن جبهة غزة لماذا هذا الأمر لا يتم الضغط على إسرائيل لتوقف المسبحة تجاه الشعب الغزاوي أعتقد أن هذا أمر فيه كثير من المصالح وقليل من الأخلاق نتنياهو الآن هو للأسف هو في موقع القوة وليس إيران هنا دكتور إبراهيم هل يمكن الربط بعد يوم أو يومين تقريبا من اختيال إسماعيل هنية في تهران كان هناك وفد إسرائيلي سيذهب إلى القاهرة للتفاوض فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار منذ قليل خرج بيان ثلاثي أمريكي مصري قطري حول استئناف ودعوة الطرفين لاستئناف المفاوضات هل يمكن ربط هذا التحرك الآن وهذا الضغط الأمريكي والذي بدأ أنه غير راضي عما حدث من اختيالات بحجم وشكل الرد القادم الإيراني طبعا هذه التحركات جميعها تحاول طبعا الضغط على الإيرانيين وفتح المجال أمامهم بإعطائهم بعض الخيارات البديلة كي لا يضطروا إلى الثأر كما يمكن أن نقول لأن إيران أيضا الآن هي دولة جريحة كما كانت إسرائيل وما زالت بعد السابع من أكتوبر تحاول إعادة ترميم موضوع الردع وصورة الردع في المنطقة وهذا أيضا ينطبق على الإيرانيين وأريد أن أبني هنا على نقطة مهمة أشار لها الزميل من بيروت بأن الإيرانيين بنوا هذه شبكة التحالفات لأنهم لا يريدوا أن يدفعوا فاتورة دم في هذه الصراعات فاتورة الدم تأتي من اليمن من سوريا من العراق من لبنان ولكن فقط الأسلحة تأتي من إيران والسبب واضح وجلي بأن هذه الحرب مع إسرائيل وهذا النظام ليس لديهم شعبية كافية داخل المجتمع الإيراني وأي حرب بمواجهة مفتوحة تكلف الإيرانيين الدماء الإيرانية سيكون لها ردة فعل كبيرة داخل الإيرانيين بالعودة إلى سؤالك لأجيب بشكل مباشر أيضا الأمريكيين طبعا بنفس الوقت الذي يقوم به بالعمل دبلوماسيا مع الكثير من الحلفاء والشركاء في المنطقة كما ذكرت الأردنيين المصريين القطريين وبدرجة أقل أيضا الأتراك أيضا وجهوا لإرسال حاملات طائرات إلى المنطقة لإرسال رسالة واضحة لإيران لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد توسيع هذه الحرب ولكن إذا ما توسعت هذه الحرب لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتردد في الدخول إلى جانب إسرائيل إذا ما كانت هذه الحرب ليست إسرائيل ضد حزب الله إنما إسرائيل ضد إيران ترجمة نانسي قنقر